بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عنوان عقول اسلامية ممتازة جدا يعني هو له اهتمام كبير جدا بالقضايا العلمية والفكرية باذن الله عز وجل سنضع لها لينك اشتراك تحت في الوصف انصح بشدة ان المهتمين بالقضايا الفكرية المعصرة والعلوم الاسلامية والكلام ده كله يطلعوا على القناة ويشتركوا فيها باذن الله عز وجل هيستفيدوا منها كثيرا جدا اهلا بحضرتك ياستاذ محمد ابو الوفا ونورتنا اهلا وحابب فقط في البداية للجمهور اللي بيتعرف حديثا على حضرتك تعريف بسيط بحضرتك والخلفية الدراسية والشهادات لان دي ما شاء الله شيء رائع جدا لباحث اسلامي زي حضرتك ربنا احفظك وبريك اولا جزاك الله خيرا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد اشكر هذه الظروف التي جمعتني بحضرتك لأول مرة على الهواء انجزت تعبير لان انا كما تفضلت بيننا معرفة لكنها قديمة دون التقاء مباشر انا بالنسبة لما حصلت عليه اولا انا حصلت على لسانس ادب قسم اعلام من جامعة طنطة سنة 2006 ثم بعد ذلك التحقت بمعهد القراءات في عالية القراءات انا الان في هذه المرحلة لكني متوقف منذ سنوات بفضل الله حفظت الشاطبية وسمعتها لشيخ كاملة وشرحها لي ومعي بعض القراءات يعني بفضلنا عن حفظ معي شعبة ومعي قالون وابن كثير وليه المام بأصول القراءة الاخرين لان شيخ شرحها لي الحمد لله رب العالمين ثم التحقت بكلية دار العلوم وانهيت الليسانس ثم دبلوم اسلامي خاص سنتان ثم التمهيدي ثم حصلت على الماجستير مؤخرا الحمد لله حصلت أيضا على بالتوازي مع الماجستير حصلت على لسانس أداب ترجمة من جامعة القاهرة والآن أدرس في لسانس أداب علم نفس في الفرقة الثانية وهذا ربما تكون مفاجأة حتى لأهلي ممتاز ما شاء الله لا يعرف مني لأن والدي إذا سمع بالدراسة يعني يسألني لماذا تتعلم يعني ماذا ستفعل بهذه كل هذه الدراسة الحمد لله فأنا أخفي عنهم خبر هذه الدراسة الأخيرة أنت الآن كشفت هذا السر المستمر كزاك الله ربنا يزيدك وبالك ربنا يعفوذك الحمد لله طبعا مع بعض الدورات الأخرى يعني في اللغة العربية وفي علم النفس خاصة يعني ليه اهتمام بهذا فيما يتعلق بالعلم النفس في تربية الأطفال خاصة طريعا لأنني أصلا في الأصل معلم قرآن ولغة عربية للأعاجب لغير العرب لغير النتقين بالعربية ماشاء الله يعني معلم قرآن وكما يطلقون عليه دراسات إسلامية ولغة عربية لغير النتقين باللغة العربية الأجانب يعني المسلمين الأجانب ممتاز جدا هو مهم طبعا أن حضرتك عندك علم جيد باللغة الإنجليزية وقراءة الكتب اللغة الإنجليزية والترجمة منها مباشرة لأن ده له علاقة أصيلة طبعا بموضوع رسالة نعم خصوصا وأنه إنجليزية القرن السبع عشر ليست كإنجليزية القرن العشرية محتاجة مترجمة هي إنجليزية مشوبة باللاتينية إن صح التعبير إنجليزية قديمة معقدة نوعا ما وحتى بعض الكلمات كنت لا أجد لها ترجمة فأبحث في القوميس الإنجليزية يقولون هذه كلمة هجرة أو كلمة مهجورة كان معناها كذا كأنه شبه ما حصل يعني لغة قديمة واتطورت بشكل كبير جدا الإنجليزية بذات لغة حية تتطور يوميا يعني سبحان الله فإنجليزية القرن السبع عشر مما يعني أتعبني في أثناء دراساتي لأن الكتب الأربعة التي عملت عليها وهي موضوع دراسة ليست مترجمة أصلا وأن أصلا حصلت عليها من خلال بدء في خلال الإنترنت وخلال بحثي في كتب العلماء هي موجودة على النت لأنها قديمة لكن للأسف المكتبة العربية لم تترجمها وأعتقد أن دي من ضمن نقاط الإسراء للبحث في المكتبة الإسلامية نعم أرجو أن تكون إضافة أننا تحدثنا عن هذه الكتب بشكل يعني لا أقول مفصل لكن بشكل أعطانا معلومات كافية عنه نقدر أن نقول ده يكون اطلاع على كتبات هؤلاء المستشرقين نحن نتكلم عنه بعد شوية الأول مرة في المكتبة العربية اطلاع بشكل واسع لكن عدد بعض أقواله يعني بعض الباحثين العرب تناولوهم لكن لم يتناولوهم بتوسع تحدث وفلان في القرن السبع عشر قال كذا وفلان تحدث عن كذا أو منهجه كذا لكن لم يتوسع وأما فيهم مستشرق وهانرستوب هو ليس مستشرق هو طبيب هو كتاب هو الأهم في هذه الدراسة لأنه غالب دال على أساسه وحضرتك وضعت عنوان جانبي للكتاب أيه العنوان العنوان الجانبي يعني قلنا أقدم وثيقة غربية تنصف النبي عليه الصلاة والسلام في الغرب إيه بقصة الموضوع ده اختصارا قبل ما ندخل في تخصيل هو الكتاب بالذات ربما تكون له يعني وقفات في أثناء الحلقة لكن اختصارا هذا الكتاب يغني عنوانه عن كثير من الكلام كتاب عنوانه عرض أو سرد للظاهرة المحمدية وتطورها مع سيرة محمد وتبرئته ودينه من افتراءات المسيحية فأنت حينما تجد عنوانا في القرن السابع عشر في هذا الكتاب كتب سنة ألف وستمائة وواحد وسبعين من الميلاد لأن المستشرق أو هنريستوب توفي ألف وستمائة وستمائة وسبعين حينما تجد كاتبا أوروبيا منذ أكثر من ثلاثمائة وخمسين سنة يكتب كتابا وبعنوان في عنوانه تبرئة محمد على أساس موادينه من افتراءات المسيحيين فهذا شيء مثير خصوصا وهو يعني تعرف أن أكبر تهمة يتهم بها الإسلام في أوروبا من قديم إلى الآن هي إيه؟ أن الإسلام انتشر بالسيف وبالقوة هذا الرجل من إنصافي أعد فصلا خصيصا في الكتاب بعنوان عدالة الحروب المحمدية يعني عدالة الحروب يعني هذا يعني عنوان أكثر إثارة أو أكثر لفتا لانتباه عدالة الحروب المحمدية فطبعا مثل هذا الكتاب كان حقيقا أن يعني لا أقول يترجم لأنه يعتبر وثيقة تاريخية لأنه في الترجمات الآن يهتم بما يضيف لكن هذا يقدم كوثيقة فكان من المهم أن يطلع القارئ العربي والمسلم على مضمون هذا الكتاب من خلال عنوانه هذا المثير وبالمناسبة أول من تحدث عن هذا الكتاب بشكل يعني مسهب ربما أو مفصل وأستاذنا الدكتور محمد عبدالله الشرقاوي الأستاذ الكبير في كلية دار العلوم وهو كان مشرفي جزا الله خيرا وربما يعني هو كان السبب في أني أدرس هذه الكتب أو أتجه لهذا الحق ليعني لأنه له كتاب مهم بالمناسبة لمن يريد أن يطلع على هذا الكتاب كتاب اسمه الاستشراق وتشكيل نظرة الغرب للإسلام وطبعا هو حتى عنوان الكتاب عبقري لأن أستاذنا يريد أن يقول أن الاستشراق بصورة أو بأخرى هو الذي شكل نظرة الغربيين الإسلام فالغربيون يرون الإسلام بنظرة المستشرقين من قديم فهذا الكتاب مهم طبعا لعرض تاريخ الاستشراق فأستاذنا في هذا الكتاب في حوالي ثلاثين صفحة تقريبا تكلم عن هينري ستوب وهو أول ربما من كما قلت ربما أول من أسهب في الحديث عن هينري ستوب وهو الذي لفت نظري يعني كان يقدر الاسلام مادة الفكر الإسلامي الحديث فلما قرأت هذه الصفحات عن هذا الكتاب وبهارني فبحثت عنه الانترنت فوجدته وكان معه أستاذي جزال وخير كان معه نسخة نسخة ورقية ولم يحضرها من مصر بالمنسبة إنما هو صورها من مكتبة أحد العلماء الباكستانيين والله نسيت اسمه الآن وكان علما كبيرا في باكستان يعني علم من كبار العلماء وحصل على جهزة الملك فيصل فأستاذنا صور نسخة هينري ستوب كتاب هينري ستوب من مكتبة هذا العلم وكان من فضل الله أنا أخذت هذه النسخة يعني بركة منه قرأتها وصورتها قبل أن أطلع عليها على البي دي اف لأن البي دي اف ليست كل الصفحات متاحة تعرفهم هي موقع إعلانية فكل خمسين صفحة أو كل ثلاثين صفحة يخفي صفحة حتى تشتري الكتاب يعني لكن كما أستنا كمين الحمد لله رب العلم فلما وجدت هذا سألت أستاذنا أن تكون لي دراسة عن هذا الكتاب فأشار علي أن أتجه للقراءة في هذا القرن عن هذا القرن حتى نعد دراسة كاملة فكان من فضل الله أنني وجدت ثلاثة مستشرقين آخرين تناول النبي عليه الصلاة والسلام فأعددنا دراسة مقارنة أو مقارنة تقارن بين نظراتهم ومصادرهم ورؤيتهم والمخرجة التي خرجوا بها من خلال قراءتهم وعرضهم لسرة النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام حابب بس علشان لو في حد مش فاهم الموضوع نلم الكلام ده سريعا إيه المقصود أصلا بالاستشراق طيب هو الاستشراق باختصار معناه دراسة الإسلام والمسلمين هذا باحتصار يعني دون الدخول في تفاصيل علمية يعني أو تعريفات أكاديمية يعني هو معناه الاهتمام بالعلوم وبالأفكار الإسلامية في المقام الأول يعني الاهتمام الفكر الإسلام فقه الإسلامي بالقرآن الكريم بالنبي عليه الصلاة والسلام بسيراته معناه أن يدرس الغربيون الإسلام ورسوله عليه الصلاة والسلام وعلومه وكان الهدف في الأساس من هذه الدراسة أمران أولا أو كان الهدف أمرين دراسة الإسلام التعرف عليه من جهة والأمر الثاني للبحث عن بعض يعني الثغرات كما يتوهمون يعني ليطعانوا في الإسلام من خلاله وهذا الكلام بالمناسبة ليس حتى كلامي لا يعني إذا رجعت مثلا للبدايات أو لأواخر القرن الثلاث عشر الميلادي روجر بيكون المفكر أو الفيلسوف الإنجليزي الكبير بالمناسبة روجر بيكون وكان لي حلقة على قناتي تحدثت عن كلمة لعلي عزة بوكوفيتش الفيلسوف الكبير قال بأن روجر بيكون كان تلميذا للعرب لأن روجر بيكون هو الذي أخذ دراسات وابن سينة وغيرهم يعني درس كتبهم وتتلمذ عليه فروجر بيكون هو الذي يعني قال لابد أن ندرس الإسلام وأن ندرس اللغة العربية حتى نستطيع أن نقنع أولئك بالمسيحية وأن نطلع على دينيين بشكل صحيح فهذا باختصار معنى الاستشراق أنهم يدرسون الإسلام ويدرسون نبيه وعلومه حتى يتعرفوا عليه من جهة وليبحثوا عن ثغرات يتعانون يتعانون في الإسلام بها من هذه الخلال هذه الثغرات التي يتوهمونها أنا النقطة دي عجباني جدا لأن احنا بقلنا فترة في القناة بنتكلم عن موضوع الحضارة الإسلامية وملاقات الحضارة الإسلامية للغرب أو لقاء الغرب للحضارة الإسلامية في الأندلس واسقلية ثم فيما بعد في الحروب الصليبية وبعد الحروب الصليبية أو من خلال هذه اللقاءات فكرة أن الغرب وجد في الإسلام تحدي فمن ضمن أساليب وجد التحدي أن هما نحاول الإسلام لعلنا نقدر أن نقنع المسلمين وظهرت الصورة المشوهة للإسلام في الحروب الصليبية ورغم أن هما يعني ما شافوش من المسلمين غير كل خير لكن بسبب هذا التحدي العظيم اللي احنا مش قادرين نواجهه فمن ضمن سبل مواجهة التشويه ويجيب بعد كده بقى فكرة الاستشراق بقى ونشوف هل لأن النقطة دي حضرك أشرت إليها الكنيسة في الأول هي اللي كانت مهتمة بالدراسات المتعلقة بالإسلام والمسلمين والسرط النبي والكلام ده كله وبعدين بدأ الناس تحاول تشوف يعني هي الكنيسة كانت شطرة قوي قبل كده في العلوم اللي هي بتعلمها لنا نبدأ ندرس احنا كمان الموضوع بشكل أكاديمي منفصل صحيح وبدأ يظهر للناس أن فيه أكاذيب كثيرة جدا بيتم ترويجها عن الإسلام والكلام ده كله من هنا بقى اش معنى الاستشراق البريطاني اللي اخترته وش معنى القرن السابع عشر طيب بالنسبة للاستشراق البريطاني السبب يعود في الأساس لهذا الكتاب الذي ذكرته أنفا كتاب هنري ستول عن النبي عليه الصلاة والسلام لفت نظري فبالتالي لما أردت أن أدرسه لم يكن من الممكن أن يدرس وحده كان يجب أن يدرس في سياق القرن السابع عشر الذي نشأ فيه والذي مات فيه لنتعرف على هذا القرن من خلال المدرسة البريطانية فلذلك اخترت المدرسة البريطانية أضف إلى ذلك أن المدرسة البريطانية هي من أهم المدرسة الاستشراقية أصلا ومن أقدم الجامعات التي أنشأت فيها كراسة للغة العربية كانت جامعات بريطانية بالإضافة إلى أنني لا أحسن من اللغات الأجنبية إلا اللغة الإنجليزية فكان طبيعيا أن أتجه لدراسة كتابات باللغة الإنجليزية وهنا ملمح مهم أقلت الاستشراق البريطاني وليس الإنجليزي هناك فارق أشار إليه أستاذي في العنوان بالذات أستاذي دكتور محمد عبدالله شرقوي الفارق قال الاستشراق الإنجليزي إذن سنتحدث عن كل من كتب الإنجليزية ولو لم يكن وذا هي اختباب كبير جدا نعم ولو لم يكن بريطاني لكن بريطاني فنحن مقيدون بمنطقة جغرافية معينة وهي ما تسمى بريطانيا أو إنجلترا الآن القرن السبع عشر هذا من الأهمية بما كان القرن السبع عشر بالذات نستطيع أن نقول إنه قرن مفصلي وقرن حاسم في أوروبا وطبعا في أوروبا سيعود هذا الحاسم أو هذه الإرهامية تعود على العالم بعد ذلك لماذا على كافة المستويات كان قرنا مميزا يعني مستوى العلمي مثلا حسابين مثلا العلم والاختراعات هذا القرن كان مختلفا لك أن تتخيل أن في بداية القرن السبع عشر اكتشف أو اخترع جليليو التليسكوب واخترع التليسكوب في أوروبا قالب أوروبا المسيحية رأسا على العقب لأنه قبل ذلك كانت المسيحية تقول بأن الأرض هي مركز الكون والشمس والكوية بتطور حولها جليليو لما اكتشف أن لما اكتشفت التليسكوب شجعه هذا وجرأه على أن يخالف الكنيسة ويقول لا الأرض ليست مركز الكون طبعا بعد ذلك منعت كتبه وسحبت وهو حكم وعذب حتى من شايعه على هذا القول وأنا ليه حلقة على القناة بالمناسبة مقارنة بين البيروني المسلم الذي قال قبل ذلك بخمسة قرون بأن الشمس هي مركز الكون وكيف كان رضي فعل المسلمين لم يؤذوه ولم يحاربوه بينما في أوروبا جليليو لما اكتشف نفس الاكتشاف حكم فهذا الفرق بين تعامل الإسلام والمسيحية مع الاكتشافات العلمية الجديدة فحتى على مستوى الاكتشافات العلمية أيضا سحق نيوتن قد عاش في هذا القرن قوانينه في الفيزياء والجاذبية وما شبه هو طبعا يعني رائد الثورة العلمية والعلم قبل نيوتن ليس كما كان بعد نيوتن كل هذا في قرن السبع عشر حتى على المستوى الفلسفي على المستوى الفلسفي كما يقول الدكتور يوسف كرم في كتابه الفلسفة الحديثة يقول بأن في هذا القرن قرن السبع عشر نشأت أم الفلسفات الأوروبية معاصرة الآن جذورها تعود للقرن السبع عشر لك أنت تخيل أن ديكارت وما أدرك مع ديكارت في تاريخ الفلسفة صاحب الاتجاه العقلاني أو الذي أسس لهذا الاتجاه كان في القرن السبع عشر جون لوك الذي أسس ربما للاتجاه التجريبي في الفلسفة كان في القرن السبع عشر فهذا على المستوى الفلسفي حتى فيما يتعلق بما يخصنا نحن دراستي الإسلامية كان من أهم القروه لماذا؟ لأن في هذا القرن بدأت أوروبا تدرس اللغة العربية تدرسها بشكل أكاديمي قبل ذلك كانت تدرس أو تدرس لكن ليس بشكل أكاديمي يعني بجهود فردية نعم في أوروبا في هذا القرن بدأت اللغة العربية تدخل إلى الجامعات الأوروبية كمادة أساسيبة تخصص لها كراسي في الجامعات الأوروبية يعني نخذ مثلا في جامعة لايدن أو ليدن أنا لا أحسن ضبط الكلمة في هولندا سنة 1613 من الميلاد خصص كرسي للغة العربية في هولندا وجمعة ليدن أو ليدن هذه من أهم الجامعات الأوروبية فيما يتعلق بدراستي الإسلامية لأن هذه الجامعة بالذات اهتمت منذ عهد مبكر بالمخطوطات الإسلامية وأعطيك مثلا على هذا وهو ربما يفاجئك ويفاجئ المجتمعين مستشرق اسمه أظن وارنر ليفونس مستشرق هولندي هو ليس مستشرقا بالمعنى إنما كان دبلوماسيا هذا الرجل كان يدلس في الجامعة الهولندي جامعة تلايدن ثم انطلق إلى إسطنبول كدبلوماسي وظل هناك عشرين سنة لك أن تتخيل هنا في هذه العشرين سنة جمع أكثر من ألف مخطوطة إسلامية وعربية من نفائص المخطوطات العربية الكتب العربية التي نحن الآن يعني قاعد بيلفه يجمع سواء بالشراء أو بالهدايا أو بكذا ثم عاد إلى جامعة تلايدن وأهداها كلها للجامعة يعني هذه الألف مخطوطة الآن باعهم هي والكنز دي كلها نعم فلا كانت تخيل أن هذا واحد فقط يعني وبالمناسبة هذا الرجل دوفي مات ودوفينا في إسطنبول في تركيا لم يدفن في هولندا على نفس الخط في هذا القرن في إنجلترا في جامعة إكسوفورد ثم في جامعة كامبريج بعد ذلك تم تأسيس كرسيين للغة العربية في هاتين الجامعتين وكان أول من عين في هذا كرئيس لهذا الكرسي مستشرق مهم جدا اسمه إدوارد بيكوك وإدوارد بيكوك هذا أيضا له مناسبة أخرى أو له قصة مع المخطوطات العربية والإسلامية إدوارد بيكوك هذا يسمى بشيخ المستشرقين الإنجليز هذا الرجل عاشه قرابة تسعين سنة تقريبا وهذا الرجل كان مخلصا جدا للمسيحية من جهة وكان مهتما باللغة العربية لدرجة أنه سنة 1630 تقريبا جاء إلى صفر إلى حلب كان أظنه كان مبعوثا من الكنيسة لإحدى الكنيس في حلب يعني كان موظفا أو ما شابه يعني فظل خمس سنوات في حلب في هذه الخمس سنوات جمع أكثر من 420 مخطوطة من نفائس المخطوطات العربية والإسلامية وعادة بها وهي الآن في مكتبة بودلي على ما أذكر في إنجلترا فانظر هذا جمع ألف مخطوطة وهذا جمع أربعمائة مخطوطة وغيرهم كثير جمع مخطوطات يعني لو عدنا بالذكرة لمستشرق فرنسي اسمه جون بوستل جون بوستل ولد في أول قرن السادس 1500 وحد تقريبا جون بوستل هذا كان يعشق اللغة العربية لدرجة أنه لم يستطع أن يكتب خطابا باللغة العربية وأكتب كلام باللغة العربية يعني أرسل خطابا لمستشرق إنجليزي اسمه ويليام بيدويل ويليام بيدويل ويسمى أبو الدراسات العربية في إنجلترا ويليام بيدويل ولد 1550 وتوفي 1632 وكان ملجأا أو نقول هو هو المرجع لكل من يريد أن يدوس اللغة العربية في أوروبا كلها وليس في إنجلترا فقط فجون بوستل رسله أنه يعني استطاع أن يكتب خطابا باللغة العربية يعني من ساعدته جون بوستل هذا سافر أكثر مرة مرة إلى تركيا ومرة إلى القدس ليجمع مخطوطات عربية والآن هي موجودة في باريس فالشاهد أن هذا القرن القرن السبع عشر كان قرنا مختلفا تستطيع أن تسميه بداية الدراسات الاستشراقية الأكاديمية ممتاز لماذا؟ قبل ذلك قبل هذا القرن كانت الدراسات الإسلامية في الغرب نابعة من حضن الكنيسة كنيسة التي كانت طرعا هذه الدراسات فالاستشراق في أصله إن سمينا ما قبل هذا القرن استشراقا يعني الاستشراق في أصله نشأ في حضن الكنيسة والكنيسة التي كانت طرعاها وبالمناسبة هذا ليس كلام حتى المستشرقون الذين هم حلوا الدراسة وإن شاء الله من يقرأوا الكتاب سيجدوا هذا الكلام بالنص وبالإشارة للصفحات كانوا حينما يعني يرددون بعض التفاهد أو يعني حينما كانوا يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام ضد بعض التهم التهم الساذجة كانوا يقولون وهذه افتراءات كتبها مسيحيون متعصبون إرضاءا للكنيسة يعني لك أنت تخليل أنهم كانوا يكتبون إرضاءا للكنيسة لكن في هذا القرن تحرر الكتاب قليلا من سلطة الكنيسة وإن لم يتحرروا بشكل كامل ظلت عندهم بقية من التعصب أيضا ومن الجهل حتى بالإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لكنهم بدأوا يكتبون وهم ينظرون إلى المراجع العربية والإسلامية وبهذه المناسبة يعني لك أنت تخيل أنهم بدأوا يكتبون من المراجع العربية مباشرة يعني قبل ذلك كان الكتاب المسيحيون الأوروبيون يكتبون يا إيمة من وحي خيالهم أو حقيقة كانوا يكذبون ولك أنت تخيل أنهم كانوا يقولون مثلا على بعض التهم التفهة جدا يقولون أن النبي الصلاة والسلام كان صنما والمسلمون يعبدونه وبعضهم كان يقول أن الحمامة هي التي كانت توحي لمحمد بالوحي عليه الصلاة والسلام وبعضهم كان يقول أن قبر محمد معلق بين السماء والأرض والمسلمون ينتظرون عودتهم مثل هذه التهم هنريستوب كمثال كان يقول هذه التهم المسلمون يضحكون منها ويسخرون من كتابنا هميفر بريدو أحد المستشريقين وسنأتي عليه الآن هميفر بريدو وهو من المتعصبين جدا ضد النبي صلاة الناس كان يسخر من هذه التهم ويقول يعني هذه التهم يسخر منها الأتراك يعني الأتراك عندهم تعني المسلمين يعني تعني المسلمين فكانت مرحلة جاهل وظلم في القرن السبع عشر انتبهوا المستشرقون ولما درسوا العربية واستطاعوا أن يطلعوا على العربية مباشرة دون وسيط أوروبي هنا أفاقوا للكارثة التي تدرس في الغرب عن الإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام لدرجة أن المستشرق من هؤلاء هو اسمه سيمون أكلي صاحب كتاب تاريخ السراسنة يلوم بل ويهاجب الكتاب البيزنطيين والكتاب الأوروبيين المسيحيين لأنهم صوروا المسلمين على أنهم برابرة وهمج والحقيقة ويقول له ذلك والحقيقة أن المسلمين على خلاف ذلك وأن المسلمين لهم حضارة وقوم عظماء وإن كان هو طبعا سيهاجبهم بعد ذلك لكنه يقصد فيما أنجزوه فهو يقول أنتم صورتم لنا للمسلمين على أنهم قوم رعاع وهمج وبرابرة وكذا والحقيقة على خلاف ذلك قال هذا بعدما اطلع على المصادر العربية مباشرة لأن سيمون أكلي كان من المتقنين للغة العربية فالقرن السبع عشر عفوا القرن السبع عشر بالذات يعني أنا أستطيع أن أسميه قرن الولادة بمعنى أن أوروبا ظلت من القرن الثاني أو الثلاث عشر الثلاث عشر والرابع عشر والخمس عشر والستدس عشر كأنها يعني نقول إيه تحمل فكرا وتحمل يعني نقول شيئا لم تلده إلا في أوروبا إلا في القرن السبع عشر عفوا إلا في القرن السبع عشر على الناحية العلمية كما أسلفت لك على الناحية الفلسفية على الناحية حتى الدراسات العربية والإسلامية كانت أوروبا قبل ذلك كالمرجل تموج في كثير من المخاضات التي تنتظر أن تولد لم تولد إلا في القرن السبع عشر الميلادي بخصوص الكلام الحركة السائلو ده وأن هما كانوا بيجمعوا المخطوطات وكأن فيه ثورة علمية في مجال الاستشراق ودراسة الإسلام والكلام ده كله ما مدى دقة بقى اللي هما وصلوا إليه في النهاية يعني بقى فيه كراسي بيدرسوا فيها اللغة العربية في الجامعات قدروا أن هما يطلعوا على المصادر باللغة العربية من غير وسيط هل فعل أن كانوا وصلوا لمرحلة أن هما متقنين للغة العربية جمدين يعني بيعرفوا يقروا الكتب وبيفهموها بشكل ممتاز من غير أي مشاكل وإيه مدى المرحلة اللي قدروا يوصلوها فيما يخص رجوع المصادر الأصلية أنا بس حابب أحط الكلام ده في سياك لأن أنا لسه مؤخرا قرأت كتاب وليام منجوم ريوات اللي هو فضل الإسلام على الحضارة الغربية وهو يعتبر من الناس اللي اتأثرت بالجيل ده اللي حضرت الدرسه القرن السابع عشر فيه سياك برضو أن التصورات السابقة بتاعت الكنيسة كانت في غاية السوق مبنية على خرافات وأساطير وكذب وكلام فاضي ويعتبر وليام متجوم ريوات يعني جيد لكن مع ذلك أنا لاحظت هو عنده أخطاء جسيمة برضو في فهم الإسلام إيه الموضوع ده وليه كده يعني طيب هل دراساتهم للغة العربية أفادتهم في تغيير الرؤية السلبية للإسلام والنبي عليه الصلاة والسلام ولو جزئيا نعم هل أتقنوا اللغة العربية ليس كلهم يعني أعطيك أمثلة على هذا من المستشرقين الذين هم محل الدراسة هيميفري بريدو كان يحسن للغة العربية وسيمون أوكلي أيضا كان يحسن للغة العربية لكن مع ذلك لهم أخطاء ساذجة لا أقول لا أخطاء ساذجة يعني مثلا هيميفري بريدو تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن يبني المسجد شراه من بني النجار كان لأيتام من بني النجار فاشتراه منه وبني المسجد هيميفري بريدو لما قرأ هذه القصة ظن أن النجار هذا وظيفة أو مهنة نجار فعلا بني النجار أيتام فقال إن محمدا عليه الصلاة والسلام اغتصب الأرض من أطفال أيتام كان أبوهم نجارا شفت الظلام فبنى شبهة وتهمة على سؤفها الذي صح له هذه المعلومة هو جورج سيل أحد المستشرقين هنا جورج سيل كان أتقنهم للغة العربية صح هذه المعلومة لهميفري بريدو على الجانب الآخر أيضا سيمون أوكلي سيمون أوكلي وهو يترجم قول الشاعر المشهور بينات سعاد فقلبي اليوم متبوله هو ترجم السعاد على أنها هابي أو هابينيس ومتبول سماعة مقبول أكسبت وهو يترجم الذي يقرأ النص لا من الأجانب يعني أو من غير العرب والمسلمين لن يفهم ماذا يقصد الشاعر بقوله فكانت عندهم طبعا بعض كان عندهم بعض الخلل في فهمهم اللغة العربية وهذا بلا شك أثر على فهمهم للكتب العربية من جاء أخر أيضا وهذه نقطة مهمة جدا وأنا أشرت لها في الكتاب وسيجد من يقرأ الكتاب يعني مزيدا من هذا الكلام حولها أنهم وإن كانوا يعتمدون على المراجع الإسلامية إلا أنهم أحيانا كان يعوزهم الجمع بين الروايات أحيانا يعودون للمراجع الأجنبية ويفضلونها على العربية وهذا كان لبعضهم يعني كان بريدو كان متعصبا فكان يفضل المراجع الأجنبية على المراجع العربية خلل برضو أكاديم طبعا لكن على الجنب الأخر كان بعضهم كهنريستوب يجعل المراجع العربية هي العمدة عندهم فإذا واجهت شبهة أو تهمة يقول وهذا الكلام لا نجده في المراجع العربية كمثال في الغرب مشهور جدا أن النبي يتهم بالصرعة يعني هم يقولون حينما يدعي الواحي هذا صرع ليس وحي أو ما شابه فهنريستوب قال هذه التهمة ليست موجودة هذه الإشارة ليست في الكتب العربي أبدا فمن أين حصلتم عليها؟ فكان هنا اليستوب يحاكم الروايات المسيحية الغربية لما هو موجود في الكتب العربية بريدو كان على العكس وكذلك سيمون أكلي سيمون أكلي كان يفضل أحيانا أن المصدر الأجنبية وأنا أعطيك مثلا على هذا أن سيمون أكلي مثلا يقول أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه تذمر وغضب لما أراد النبي عليه السلام أن يتزوج السيدة عائشة فأنا رجعت للمصدر أين هذا الكلام فوجدته نقله من أب لويس مراتشي صاحب ترجمة للقرآن الكريم وكانت ترجمة شهيرة لكنها يعني موحيت بعد ترجمة جورج سيل للقرآن الكريم فالأب مراتشي هذا ليس مسلما ولا يعرف العربية أصلا لكن هنا يعتمد كلام أسف سيمون أكلي اعتمد كلامه هو لا يعرف العربية وترجم القرآن نعم ترجمها من اللاتينية الله أكبر ليس من العربية لم يترجمها من العربية والآن ربما إن طال الوقت أعطيك تقريرا عن تاريخ الترجمات في الغرب من خلال كلام جورج سيل جورج سيل نحتاج فقط أن نعرف بالمستشرقين أربعة حتى إذا تحدثت عن واحد منهم فاهم المستمع علاقة الكلام بكتابه جورج سيل صاحب ترجمة القرآن الكريم وكتب قبل ترجمة فصلا تمهيديا أو مقال هو سماه مقال تمهيدي مكون من 130 صفحة يعني كتعريف بالإسلام ونبي الإسلام وكذا جورج سيل ترجمته ظلت قريب من قرنين من الزمان هي أفضل ترجمة أو ترجمة من أعتمد في أوروبا للقرآن الكريم باللغة الإنجليزية باللغة الإنجليزية والمعتمدة وحتى لغير الناطق بالإنجليزية كانت الترجمة المعتمة حتى المسلمين كانوا بيستعملوها لا الأقصد في أوروبا حتى للفرنسيين لغير المسلمين نعم أي حد غير مسلم عايز يقرأ القرآن باللغة الإنجليزية كان يعتمد ترجمة جورج سيل كما قلت لك لأن جورج سيل أتقن اللغة العربية حتى قيل عنهم من بعضهم يعني أنه نصف مسلم لأنه استغرابه إزاي ولأنه أحيانا ينصف النبي عليه الصلاة والسلام فظنوا أنه يعني قالوا أنت أنت نصف مسلم من نظر فجورج سيل ترجمة القرآن الكلمة ترجمة يعني حتى إدوار دي سعيد في كتاب يقول أنها ترجمة ظلت معتمدة مدة من الزمان وكذلك أيضا مشتشر قسويس الأخر نسيت اسمه الآن له كتب النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نفس المعلومة فشاهد أن جورج سيل هو الذي ترجم القرآن ترجمة صحيحة جورج سيل وهذه مسألة مهمة جدا يعرض لنا تاريخ ترجمات القرآن منذ أول ترجمة في دير كلوني سنة 1156 من الميلاد القرن الحدي عشر إلى زمانه عرض كل ترجمات وانتقدها انتقادا شديدا يعني أول ترجمة مثلا لك أن تتخيل أن أوروبا لأول مرة في تاريخها تتعرف على الإسلام أو على كتاب النبي المحمد عليه الصلاة والسلام على كتابه المقدس يعني القرآن الكريم كان من خلال هذه الترجمة التي تمت في دير كلوني وهي ترجمة كما يقول جورج سيل لست أنا جورج سيل الذي يقول ترجمة مشوهة جهل باللغة العربية رقم واحد من جهة أخرى كذب وافتراء وسقطات وبعض المواضع المحذوفة وبعض المواضع المكذوبة فهنا السؤال إذا كانت أوروبا لأول مرة ستتعرف على الكتاب المقدس الخاص بالنبي السلام تتعرف نقصي لحد عشر ميلادي أو الثانية عشر لأول مرة منذ أكثر من تسعمائة سنة تتعرف على القرآن الكريم وتتعرف عليه بشكل مشوه فكيف ستكون وجهة نظرون عن الإسلام هذه مسألة مهمة يعني لأول مرة يتعرفون على الإسلام أو على الكتاب الإسلام بصورة مشوهة فبالتالي ما بعده سيكون أسوأ وهذا كلام جوريسين بعد ذلك ترجمة ترجمة فرنسية ثم ترجمة ترجمة أيضا الرجل كان مسلم وتنصر جون أندرياس كان أندلوسيا وتنصر ترجمة مشتشرق فرنسي بعد ذلك وهي كانت ترجمة معتمدة جدا حتى هنا ريستوب أشار إليها اسمه ديرير ديرير هذا له قصة كان قنصلا لفرنسا في مصر ثلاث سنوات لما رجع على فرنسا ترجم القرنان الكريم وكانت ترجمة في القرن السادس عشر أو في أول القرن السابع عشر كانت هي المعتمدة حتى أن الترجمة الإنجليزية بعد ذلك قبل قبل جوريسين يعني أخذت منها ترجمه رجل يسمى أليكسندر روس توفي 1654 من الميلاد هنا ريستوب يقول نحن تعرفنا على الإسلام من خلال الترجمة الإنجليزية لأليكسندر روس وأليكسندر روس أخذها من الترجمة الفرنسية والترجمة الفرنسية مشوهة وبعد ذلك جاء جوريسيل ليؤكد أن هذه الترجمة كانت ترجمة مشوهة فشاهد من هذا أن جوريسيل رصد تاريخ ترجمات القرآن الكريم ومنها ترجمة الأب مراتشي شغل يعتبر عالي نعم ما شاء الله طبعا ترجمة لويس مراتشي الذي أخذ منه سيمان أوكلين معلومة الخطيئة عن أبي مكر الصديق انتقدها أيضا وقال أنني أهدف من هذه الترجمة جوريسيل يعني أهدف إلى أن أعرض القرآن كما هو كتابه محمد عسلم كما هو وليس الهدف أن نعرضه مشوهة أو أن نحذف حط وجه نظر هو نعم يضع بعض الملاحظات هو وضع بعض الملاحظات في الهوامش لكن الترجمة كان يعرضها كما هي من قدر استطاعتي ولذلك أنا علقته على هذا الكلام بالذات وقلت بدا في هذا القر أننا كنا على أعتب مرحلة من الاستشراق مرحلة منصفة وإن شباه ما شباه غير أن هذه المرحلة وئدت مع بداية الاستعمار لأن مع بداية الاستعمار أصبح الاستشراق في خدمة الاستعمار المستشيقون أصبحوا يكتبون ما يخدم المستعمر وهذا له يعني نماذج كثير ربما لا يتسأل المجال الآن لكن قبل ذلك كان المستشركون يكتبون كأكاديميين متخصصين حتى لو أخطأ هو لا يخطئ لأنه يخطئ لأنه يخطئ لأنه يفهم هذا يعني جورجو سيل تقصير في معرفة لغة عربية أو تفاصيل تراثية ترخيم جورجو سيل على سبيل المثال يعني يخطئ أحيانا لهان وطبعا بعضهم كانت لديه العصبية أيضا والحقد ك أقصد الكتاب أيضا كانت لديه بعض العصبية أو الحقد حتى لو أعرف يعني أنا أعطيك مثلا الآن هيميفري بريدو أحد المستشرقين محل الدراسة كتابه الإسم المختصر حياة محمد عليه الصلاة والسلام لكن العنوان الأطول لهذا الكتاب اسمه وأنت تتعجب من هذا اسمه حقيقة الخداع كما يتجلى من خلال حياة محمد يعني يقول لهو مخادع نعم مخادع وهذا كلمة كانت مشهورة عندهم جدا في الغرب عند النبي الصلاة وأنا بعد بحث توصلت لربما السبب الذي جعلهم يسيمونه بالمخادع وأجبت عن هذه النقطة في البحث لأنهم قالوا كان في مكة يتعامل برقة وينشر دينه بالوسائل العادلة حسب ما يقولون لكن لما ذهب المدينة واصبحت له قوة أصبح ينشر دينه بالقوة حسب ما فهمه يعني فقالوا يعتبرونه مخادع داحك عليهم في الأول وبعدين لما امتلك القوة نعم هم يقولون هذا فهميفري بريدو كتابه حقيقة الخداع كما يتجلى من خلال حياة محمد لأنه يقول هذا الكلام يوجه للربوبيين ظهرت في إنجلترا في هذه الفترة فئة تسمى الربوبيين كما تعرف طبعا هذا مجالك وتخصصك أنهم يؤمنون بالرب لكن ينكرون الأنبياء فهم ربوبيون يعني فقال لا المسيحية ليس فيه خداع الخداع كما يتجلى حقيقة هو في من في هذا الشخص كما يعني يزعمه بريدو من شدة تعصبه ضد نفسهم قال أنني سأسميه في كتابي مهمت لماذا؟ قال رغم أنني أعرف اسمه الحقيقي محمد وهو قال الاسم الحقيقي أصبح بيننا معروفا في الآن يعني في أوروبا وفي إنجلترا لكنني سأسميه بالاسم الآخر لماذا؟ قال لأنه يحمل دلالة سيئة كلمة ماهمت في العقيدة أو في العقل أو في الوعي الأوروبي كانت تعني الشيطان وكانت تعني يعني كما نقول نحن بالبلد العوء الغول الأم كانت إذا أردت أن تسكت ولدها تقول لأجيلك ماهمت لهذه الدرجة كان اسم النبي السلام مشوها ومرتبطا بمعنى سيء فهميفر بريدو من شدة تعصبه قال أنا سأظل أشير إليه بالاسم الذي يحمل دلالات سيئة في الوعي والذهن الأوروبي يعني الدنيا ما كانتش بيضة أوي برضو لا ليست سيمون أوكل على سبيل المثال كان متوسطا أحيانا يتعصب أحيانا لكن كان أكثرهم إنصافا بل هو المنصف بل ربما يفوق بعض المسلمين في دفاعه عن النبي السلام كان هنا ريستوب صاحب الكتاب الذي تحدثنا عنه في أول اللقاء أنا بس سريعا حابب أعرف في مدى عمقهم في الوصول للمصادر الإسلامية كانوا بيقدروا يفهموا إن احنا هنرجع للقرآن والبخاري ومسلم والكتب الستة والتسعة ولا كانوا بيرجعوا لمؤلفات متأخرة ولا أي حاجة تحت إيديون بيرجعوا لها ما مدى إدراكهم لموثوقية المعلومة اللي هم بينقلوها من مصادر الإسلامية هذا سؤال جيد مبدئيا لابد أن نشير لمسألة مهمة هؤلاء كانوا يتعاملون مع المتاح بمعنى أن الكتب التي تنشر عندهم تترجم عندهم من الكتب الدنيا من زي ما هو عندنا دلوقتي فلم يكن مطلعا على كل الكتب يعني لم يكن مطلعا على كتب السنة أو على لا إنما كان الكتب التي تترجم فقط وأغلب الكتب التي كانوا تترجم كان الكتب التواريخ كتب الحوليات ابن كثير ابن الأثير المسعودي وهكذا فكانت طلعهم حسب ما يتلح لهم هذه المرحلة تتسم بسمة مهمة جدا لأننا إذا تحدثنا عن الاستشارك ربما يقفز إلى الذهن الاستشارك التخصصي الذي جاء بعد ذلك في قرن التاسع عشر والعشرين اللي بقى فهموا أمهات الكتب بقى وفصلوا وصنفوا وأصبح هناك مستشاركون متخصصون في مجالات محددة تقول ماسي نون في التصوف أو دار في علوم القرآن دار في علوم الحقيقة في القرآن الكريم وهكذا لكن في القرن السبع عشر لم تكن هذه السمة موجودة إنما كانوا يدرسون الإسلام أشبه من يسمى بنظام الحوليات يعني إذا درس الإسلام وانهو السم يدرسوا سنة كذا فعلا كذا فكانت مرحلة مبكرة جدا في دراسة الإسلام ولذلك كان يعوزهم كثير من الضبط وكان ينقصهم كثير من المصادر الإسلامية التي ربما لو اطلعوا عليها لا غيروا وجهة نظرهم طبعا هذا مع ضعف بعضين في اللغة العربية لأنه طبعا هو يقرأ ربما لا يترجم بشكل صحيح كما أسلفت لك القول عن هميبري بريدو يتحدث عن بني النجاري لكن في المجمل الكتب التي ترجمت كانت كفيلة وهذه مسألة مهمة كانت كفيلة بأن تعطيهم مرجعيات ومعلومات جيدة عن النبي عليه الصلاة والإسلام لك أن تعلم أن هميبري بريدو كمثال صاحب كتاب حياة محمد الذي تحدثنا عنه الآن هميبري بريدو الميزة الكبرى في كتابه أو ربما وحيدة أنه أعد ثبتا في آخر الكتاب ثبتا بالمراجع الإسلامية التي ترجع عليه أكثر من ثلاث عشرة صفحة يكتب فيها المراجع الإسلامية عشرات المراجع ومع ذلك كان أكثرهم تعصبا المفارقة أنه أقام الحجة على نفسه يعني هذه المراجع لو عاد إليها لما وجد ما قاله عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو الميزة الكبرى في كتابه ربما وحيدة يعني أنه أعد لنا هذا الثبت بهذه الأسماء هذه الكتب وكتب كثيرة عشان تقدر تعرف هو كون تصوراته من أني الكتب وهذه النقطة بالذات كانت مهمة عندي كيف كونه رؤيته من الإسلام فلما اطلعت على هذه المصادر وقرأت في المراجع التي تعتمد عليها وجدت أنهم كانت لديهم حصيلة جيدة من الكتب وهم بالمناسبة كانوا يشيرون في الهوامش هل تقدر تقول أمثلة مثلا لأشهر كتب رجالها نعم يعني أشهر كتاب ابن كثير البداية والنهاية البداية والنهاية التفسير جورج السيل رجع على تفسير كثيرة هل كتاب البداية والنهاية ابن كثير يعتبر كافي لأنه يكون تصوره عن النبي صلى الله عليه وسلم كافي بدرجة كبيرة كافي لكن الإشكالية في هذا الكتاب وطبعا هذا لا يفهمه إلا المتخصص هذا الكتاب يعرض للرواية الصحية والضعيفة ولا يحدد هو من أسندك فقاد حالك هو أسندك قال هذه الرواية موجودة في كتاب فلان لكن هو الأجنبي هذا لن يفهم هذا الكلام ما يدرونش يرجعوا لحاجات أكثر عمقا من كده راجعوا مثلا أيضا لكتب يعني ابن الأثير مثلا راجعوا لأشار البخاري كمثال أشار البخاري الكتاب المسعودي أيضا عن تاريخ الدول المناسبة ورجعوا حتى لمصادر مسيحية أنا أقصد أن كتاب البداية والنهاية الجزء الخاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ماشي جيد وبتاع لكن أغلب الكتاب عن باقي التاريخ الإسلامي أو مقدرش مثلا يرجع لسيرة ابن هشام مثلا راجعوا ابن هشام وابن إسحاق راجعوا نعم يعني كان بالفعل عنده يعتبر من أمهات الكتب القوية لكن احنا لسه في مرحلة تكوين التصورات الأكاديمية والعلمية فهو يعني بين يديه ما راجع كثيرة وهو لسه مبتدئ في التعرف عليه بيفوت عليهم كلهم ومع ذلك كانوا كثيرا ما يستشهدون بالمصادر الأجنبية رغم أنه عنده المصادر العربية فكرة المصادر الأجنبية دي المفترض أن وقت ما كان فيه احتكاك بالمسلمين في الأندلس والقلية والغيرها والحروب الصليبية هما بدأوا يترجموا طبعا مجهودات فردية من اللغة العربية للغة اللاتينية صحيح؟ صحيح فالكتب الأجنبية دي هي المترجمة من العربي للاتين؟ لا كتب الأجنبية الكتب التي كتبت باللاتينية وهما ترجموها بالانجليزي؟ لا أقصد ليست كتبا عربية إنما كتب كتبها مؤلفون بيزنطيون أو لاتين أو مسيحيون أوروبيون عن الإسلام من عقولهم باللغة اللاتينية ليست كتبا عربية مش ترجمات؟ لا ليست ترجمات وهذه الكتب كثيرة رجعوا إليها كما قلت لك مثال جون أندريالس هذا كان مسلما وتنصر في القرن الخامس عشر أو السادس عشر وكتب ترجم القرآن وكتب كتب عن شريعة المسلمين وغيره من الكتب والرحالة كانوا يأتون في القرن الثاني والثالث عشر ويكتبون عن الإسلام وعن النبي عليه الصلاة والسلام ويكتبون ما شاهدوه فمثل هذه والحاملات الأوروبية أيضا كانت مرجعا أو كانت بعض الكتب المتعلقة مرجعا فكانوا يكتبون من خلال هذه الكتب ويعتبرونها مصادر رئيسة يعني إحنا نقدر نقول هما في أكتر من مستوى للمراجع اللي كانت متاحة نعم وهما برضو ما كانش لسه عندهم الدراية أو المعرفة الكافية أن هما يختاروا الأفضل والأصح بالضبط وكان ربما كان عندهم فكرة أن هذه المصادر المصادر الأجنبية أقصد المصادر اللاتينية المكتوبة حتى من عندهم كان ربما عندهم تصور أن هذه المصادر تساوي في القيمة والموثوقية المصادر العربية يعني كان عنده ثقة فيها علشان دول بتوعنا اللي كتبوها فإحنا عنده ثقة فيها كأنها مصادر العربية وهذا طبعا هذا خطأ يعني يعني إحنا نقدر نقول أن هما كان عندهم مخطوطات عربية نعم وكان فيه كتب مترجمة من العربية للاتينية أو أي لغات أخرى نعم وفيه كتب مؤلفة في الموضوع هما كانوا بيهتموا بالمؤلف ليس كلهم يعني أقصد كان فيهم بيهتم بالمؤلف أكتر نعم كمثال يعني كان يهتم بالمصادر المسيحية أكتر من اهتمام بالمصادر العربية لكن لكن سايمون أوكلي كان متوسطا أما الذي كان لا يعبأ بالمصادر الأجنبية هو هنريستو كان يضع المصادر العربية معيارا ولذلك يعني كثيرا ما كنت أجعله حجة عليهم في أثناء وهنريستوب هو صاحب الكتاب اللي له عنوان فرعي نعم لأنه كتب مهم مهم ويستحق أن يلقى كثير من الضوء حوله نتكلم عنه شوي طيب هو الكتاب كما قلت لك في بداية اللقاء عنوانه سرد أو عرض هي كلمة أن أكاونت كتاب عنك عرض للظاهرة المحمدية ولم يقل محمد أو الدين الإسلامي قال للظاهرة المحمدية ومع سيراته وتطورها وتبريئة أهم هذه أهم جملة وتبريئته ودينه من افتراءات المسيحيين طبعا كلمة افتراءات المسيحيين رجل مسيحي في القرن السابع عشر منذ أكثر من ثلاثمائة وخمسين سنة يقول افتراءات كمان يعني أقصد هو كيف وصل ذهنه العقلية الأوروبية في هذا الوقت كانت مخمرة بسوء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام كيف استطاع هذا أن ينجو من هذه الأفكار السلبية ويكتب هذا الكلام ولذلك هذا الكتاب لم يكتب له الطبع ولم يرى النور إلا بعد قرنين من الزمان تم تداهل عن عمد؟ بعضهم قال هذا هذا الكتاب لك أن تتخيل هو كتب مؤلف كتبه 1670 من الميلاد ولم يطبع إلا 1911 من الميلاد ولم يطبعه إلا مجموعة من المسلمين الهنود القاتنونة في إنجلترا يعني حتى لم يطبع على عيد الإنجليز ومع العلم أنه له ثلاث نسخ في مكتبات شهيرة في إنجلترا ما فيش حد بيشكك أن هنالسطب هو اللي كتب الكتاب ده لا لا يستطعون وهناك كتاب يعني في مقدمة هذا الكتاب الأخ المترجم المسلم الذي قصة أسفة الذي نشر هذا الكتاب نشره بالإنجليزية يعني نقل عن هؤلاء سند هذا الكتاب بالضبط ونقل عن بعضهم قوله أن هذا الكتاب كأنما أريد له إلا يطبع كاتب إنجليزي حبه يخفو يعني نعم فهذا الكتاب ظل أكثر من قرنين من الزمان لم يطبع مع أن كتاب تاريخ السرسينة لسيمون أوكلي معنا كتب بعده وطبع بريده بعده وطبع ترجمة جوروسيل بعده وطبعت وهذه الكتب طبعت مرارا ولكن كتاب هنا نستوب لا لأنه يمكن من مجرد العنوان شافوا لا إنت جديد علينا إحنا أو رأوا أنه صادم للوعي الأوروبي أو للعقلية الأوروبية في هذا الوقت العقلية الأوروبية كما قلت لك كانت محشوة ببغض النبي عليه الصلاة والسلام وبكل أو بالحق كل نقيصة به مفيش حد من دول أسلام لا لم يكن فيهم مسلم وإن كنت أرجو لهنا الستوب أن يغفر الله له بالمناسبة هنا نقطة مهمة جدا أود الإشارة إليها وأرجو هنا تسعى صدرك لها نحن أحيانا نحكم عليهم بالكفر أو حتى على الأوروبيين الحالية لكن يغيب عننا بعد وأن هذا الذي يحكم عليه بالكفر طبعا ويحكم عليه بالكفر ظاهرا لا إشكاد كتعامل يعني نعم كتعامل بتعامله معاملة كافر لكن في الآخرة ربما هؤلاء يغفر لهم لأنهم لم يطلعوا بشكل أو لم يصلهم الدين بشكل صحيح وإلى الآن بالمناسبة إلى الآن بل إننا يعني نجد الموضوع يحتاج يعني إلى تأمل ووقفة طبعا إذا كنا نحن نتكلم لغاية القرن السبعتاشر نعم فات قد إيه بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ألف عام وهم معتمدين على مصادر مشوهة ويعتقدون أنه كاذب وأنه يعني عفوا شهواني وأنه ليستمتشرة بسئك هذا يعني أعتقدون وأنه بعثة لعبادة الأصنام وأنه كان المسيح الدجال وأنه أحل شذوذ الجنسي وأطلق العنان للشهوات واستحل إباحة دم قتل سفك دم كل الناس نعم وكان أول خراب المسيحية أو كذا فهم يعتقدون ليست مجرد يعني افتراءات لا هم يعتقدون هذا اعتقدات جازمة فهذا الرجل خرج في هذا الظرف وبنلاقي ده موجود لغاية النهاردة إلى الآن إلى الآن لذلك من الذي يجعل مثلا صحيفة شرلي إبدو إلى الآن يصورونه كرجل يلبس قنبلة أو كذا هذه التصورات القديمة مرسومة في الوعي الأوروبي وهذه مسألة مهمة جدا بالمناسبة الخيال الأوروبي محشو بكثير من القصص التافية عن النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى الحملات الأوروبية الحملات الصريبية قد يعتقدوا البعض أن الحملات الصريبية تسببت في نوع من المعرفة بالإسلام هذا خطأ سوذرن صاحب كتاب يعني له كتاب عن الإسلام أو عن تاريخ الإسلام في أوروبا قال معلومة صدمة وقالها أيضا بعده رودينسون صاحب كتاب جاذبية الإسلام قال كلاهما قال بأن الحملات الصليبية لم تزد الأوروبيين إلا جهلا بالإسلام من أهم أسباب التشويه نعم من أهم أسباب التشويه زادت الأوروبيين جهلا بالإسلام وبغضا للإسلام صحيح وبعد ذلك أصبح شتم النبي عليه الصلاة والسلام شتم الإسلام السخرين من الإسلام أصبح جزءا من التراث الشعب الأغانر في الكرور الأغانر نعم في الكرور تم الإشارة الكلام ده في كتابات عديدة شيكسبيل على سبيل المثال شيكسبيل متوفى 1616 من الميلاد يعني شيكسبيل متوفى في بداية القرن السبع عشر بمسرحياته في أكثر من المرة يشير للنبي عليه الصلاة والسلام أنه صنم أنه كده يعني فبالتالي هذا الخيال الأوروبي الآن أو الوعي الأوروبي الآن هو محمل أو مثقل بدلالات سلبية عمره أكثر من ألف عام صحيح لازم الناس تفرق ما بين الطلاق الحضاري نعم واللي حاصل في أكثر من مكان من ضمنها الحملات السلبية نعم وما بين مدى معرفتهم بالإسلام وإن تم دعوتهم للإسلام كثيرون منهم وأنا أقولها بعد يعني يعني لا أدعي تعمقا إنما بعد قراءة أقول كثيرون منهم لم يصلهم الإسلام بشكل صحيح ولذلك أنا أقول أرجو أن يغفر الله له في الآخرة لما قاله ولذلك هذا الرجل من سيقرأ الكتاب سيارى رجلا محبا للنبي عليه الصلاة والسلام مدافعا شوف كل تهمة كل تهمة التهمة بالنبي عليه الصلاة والسلام كان هو الذي يدافع يعني الشهوانية يدافع قال أن الإسلام ليس دان العقل يدافع عن العقل في الإسلام نبي الصلاة والسلام يتهم بأنه نشر دينهم الصلاة والسلام يدافع عنه كل تهمة التشريعات الإسلامية يدافع عن تحريم الخمر يدافع عن تحريم الربع يدافع عن عن تحريم عن تحريم الطيرة يدافع عن يعني كل ما يتعلق بالإسلام القرآن الكريم كان عنده تصور جيد جدا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم التصور متوسط ليس جيدا متوسط أرصد من ناحية أنه أصاب الحقيقة في كثير من المسائل يعني لدرجة القرآن الكريم هو مفترض أنه ليس مسلم مسيحيا ومع ذلك يدافع عن اتهام الغرب للنبي عليه السلام أنه نشر أنه ألف القرآن يدافع عنه يقال أن الغلام يهودي نعلمه أن فلان أو بحير أو كذا يعني ألقى كل هذه الشبه فلهذه الدرجة كان مقتنعا بالنبي يرسم يسميه الرجل الأعظم أو مشرع الأعظم فلذلك أنا أرجو أن يتغمده الله برحمته بجهله إن شاء الله عز وجل المفروض أن حضرتك تناولت أربع مستشرقين هينري ستوب والكتاب بتاعه أنا بس عايز أتذكر هينري ستوب ده اللي عمل برضو ترجمة للقرآن الثاني اللي هو جورج سيل هينري ستوب بالمناسبة نسيت أن أقول النقطة تعرف أننا في وأنا حرص على هذا حرص أن أذكر بعض المصادر أو الكتب العربية حتى إذا أراد القرأ أن يعود إليه تعرف أن لدينا كتابين مهمين يتعلقا بالمستشرقين كتاب موسوعة المستشرقين للدكتور عبد الرحمن بدوي وموسوعة الكتاب المستشرقون نجيب العقيقي هذان الكتابان لم يذكر هنا لم يتحدث عنه ولم يشير إليه أصلا كأن الكتاب بسبب إخفاءه لم يعلم عنه شيئا من جهة هنا الستوب كان في الأصل طبيبا أصلا لم يكن مستشرقا من جهة أخرى هذا الكتاب لم يطبع فلم يعرف عنه شيئا لذلك أنا أقول أقدم وثيقة أنا أقول أقدم وثيقة مستند إلى هذا دكتور عبد الرحمن بدوي يتحدث عن مستشرق فرنسي اسمه بولانفليه بولانفليه ده هذا ولد في آخر حياة هنا الستوب وأنا أرجو أن ننتبه لهذا التاريخ ولد في آخر حياة بولانفليه ألف كتابا نسمى حياة محمد وفي هذا الكتاب دافع كثيرا عن النبي عليه الصلاة والسلام فالدكتور بدوي يعلق ويقول وهذا أقدم كتاب في أوروبا يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام مع أن بولانفليه ولد في آخر حياة هنا الستوب لكن الصفة ده الوصف ده موجود إنه رد على شبهات فلذلك هو أقدم من الوجه ده هو أقدم من وجه نظر الدكتور الرحمن بدوي لأنه لم يرى كتاب هنا الستوب العقيقي في كتابها قدرت عن المستشرقين تناول مستشرقا هولنديا اسمه أدريان ريلاند أدريان ريلاند له كتاب اسمه الديانة المحمدية يقصد الإسلام وأدريان ريلاند في هذا الكتاب وهذه مفارقة يعني سبحانه الله العظيم في هذا الكتاب أدريان ريلاند كان يذكر الحقائق وينحي الشبهات التافهة والكلام التافه الذي حشيت به الكتب الأوروبية عن النبي عليه الصلاة والسلام فمن هذا الجانب اعتبر أدريان ريلاند مروجا للإسلام والتهمة أنه مروج الإسلام ومنع الكتاب وحدثت بعض المشكلات فلذلك الدكتور أو نجيب العقيقي قال بأن هذا الكتاب أقدم وثيقة تاريخية في الغرب كتاب أدريان ريلاند مع أن ريلاند أصلاً ولد بعد وفاة هنري ستوب بسبب اختفاء الكتاب نعم هما اعتبره هما وصفوا كتابات أخرى جد بعديه بأنهما الأقدم في الدفاع لكن لذلك يستحق هنري ستوب أنا استنته لكلامهما عن أنه أقدم وبالمناسبة دكتور بدوي لم يرضى ما يقال عن أدريان ريلاند بالخصوص الذي ذكرته لك أدريان ريلاند ليس هنا هنا أدريان ريلاند مستشرق الذي كتب أدريان المحمدية وقيل أنه يروز للإسلام دكتور بدوي أشار مهمة جداً قال هو لم يكن يقصد أن ينصر الإسلام إنما أراد بطريقة خبيثة أن يهاجم الإسلام لكن من مصادر الإسلام لأن أدريان ريلاند كما قلت لك فتح مدرسة جديدة نعم نعم أدريان ريلاند هولندي هولندا 1613 انشئت أول كورسي للغة العربية أدريان ريلاند جاء بعد قرن من الزمند قريباً فبالتالي الكتب بين يديه فقال نحن سنهاجم الإسلام لكن نتخل الكتب الإسلام هذا الذي قصده منهجية نعم الدكتور بدوي أشار إلى هذه النقطة السؤال اللي أنا كنت حابة بسأل حضرتك عنه بسبب طبعاً التحدي الإسلامي وتشوية الإسلام والكلام ده كله طيب دي نظرتهم الإسلام هل هم درسوا باقي الأديان الأخرى وهل تصورتهم عن الأديان الأخرى مشوهة وسلبية نفس تصورهم الإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم والله في حدود دراساتي لم يصادفني حديثهم عن أي دين آخر الله مالا اليهودية كل أشكالات مع اليهودية أنها المنبع للإسلام باستثناء هنا لشتوب طبعاً الثلاثة الآخرون يعتبرون اليهودية هي المرجع للإسلام في التشريعات في القرآن في الأحكام في كل شيء سؤال مهم جداً به جوهري له علاقة بموضوع الرسالة كتابات المستشرقين في القرن السبعتاشر والأربع مستشرقين كمثال لهذه الحقبة التاريخية أثروا أدي إيه في الوعي الأوروبي وقتها وأثروا أدي إيه في المستشرقين لجوم بعده نعم هو مبدئياً أود فقط الإشارة إلى أن القرن السبع عشر لم يكن قرن مميزاً في إنجلترا فقط أنا كما أسلم في تورك القول بولانفلييف في فرنسا في هذا القرن وأدريان ريلاند في هولندا فبالتالي كل منهما كان أيضاً يحذو هذا الحذو أنه يقرأ الإسلام من خلال مصادر الإسلام فبالتالي حدثت طفرة نستطيع أن نقول إن الكتابات الاستشرقية بعد القرن السبع عشر ليست كالكتابات الاستشرقية قبل القرن السبع عشر لماذا؟ لأنهم أصبحوا أمام كتلها إلى من الكتب الإسلامية والمخصصات الإسلامية التي تبين أديهم لا يستطيعون أن يتحدثوا عن الإسلام قبل الرجوع إليها فبالتالي أصبحت كتابتهم إلى درجة كبيرة فيها نوع من الانضباط والموضوع نوع من الموضوع نقدر نقول إن المحيط العلم في باقي المجالات أثر حتى في هذه المجالة طبعاً لأنه خلاص تحرروا من سلطان الكنيسة هما كانوا قبل ذلك قبل القرن السبع عشر يكتبون بغرض نصرة الكنيسة لكن في القرن السبع عشر ومات له أصبح يكتب لغرض البحث العلمي فبالتالي هو غرضه في جهة نظره يعني أن يصل إلى الحقيقة بعضهم يكتب وهو متحرر نوعاً ما من مرجعيته وخلفياته والأفكار السربي وبعضهم محمل بهذه الأعباء فبالتالي يكتب ويؤثر هذا على قلمه فيظهر من قلمه ومن كتباته بعض الهنات أو الإساءات طبعاً كمثل جولدتسهير ومسينون وغيرهما يعني تحدثوا عن الإسلام بصورة نوعاً ما فيها تشويه لكنهم مع ذلك لا تخطئوا عينك بعض الحقيقة التي ذكروها لأنه خلاص الإسلام أصبحت مواده متوفرة بين أيديه فلا يستطيعون أن يكتبوا من خلال الكتبات الشرقية القديمة لا يستطيعون الآن لأن الكتب انتشر يعني لك أضرب لك مثلاً الكتاب سيمون أوكلي أحد المسلو الشرقين كتاب اسمه تاريخ السراسنة تاريخ السراسنة بالمناسبة كلمة السراسنة هم يقصدون بها المسلمين وطبعاً هنا الإسلام تحدث أو وقف هنا الإسلام جولدسي لكلهما وقف مع هذه الكلمة السراسنة ما معنىها؟ فذهبوا إلى أكثر من معنى منها مثلاً أنهم يقالوا أنهم أبناء سارة يعني أو عبيد سارة السراسنة نسبة إلى سارة لأنها يعني جعلت زوجته الأخرى تأتي إلى مكة ويعني نشأ العرب من خلالها فكرة أبناء الحرة وأبناء الجارية نعم وبعضهم يقول نسبة إلى السرقة وبعضهم يقول نسبة إلى الشرق وهكذا يعني لكن لم يقفوا على معنى متفق عليه بس هو يقصد المسلمين الله يسامحوا بالله فهو كتب تاريخ السراسنة وبالمناسبة هناك كتاب صدر حديثاً اسمه السراسنة يتحدث عن المسلمين في أوروبا وهو كتاب حقيق بالترجمة لكن لم أجد من يتبنى يعني فهذا الكتاب المناسبة الذي يعني دعاني اللي حديث عن هذه جزئية تاريخ السراسنة هذا الكتاب كتاب سيبون ظل مرجعاً أيضاً طوال القرن الثامن عشر في أوروبا لماذا؟ لأنه كتب عن تاريخ المسلمين من خلال كتب المسلمين فأثر هذا الكتاب درجة أن إدوارد جيبون مشهور إدوارد جيبون صاحب كتاب تاريخ ومحلال الحضرارة الرومانية له جزء يتحدث عن الإسلام اعتمد اعتماداً كلياً على كتاب سيمون أكلي وإدوارد جيبون أشهر من سيمون أكلي في كتابه يعني فاعتمد اعتمداً كلياً على كتاب سيمون أكلي لهذه الدرجة كانت كتبهم مؤثرة في من جاء بعدهم كتاب بريدو رغم أنه كتاب يعني تافع لا غناء فيه إلا أن هذا الكتاب طبع 1697 وترجم إلى الفرنسية 1698 وأصبح مرجعاً هناك وحضرك برضو كنت ذكرت أظن أن ويليام مونتغومبري وات تأثر بي نعم مع لذلك في الفصل الأخير في الرسالة جعلت عنواناً أثر هؤلاء المستشرقين مستشرق قرن السبع عشر أثرهم في مستشرق قرن العشرية طبعاً أنا أعني البريطانيين خاصةً لأن الكلام كان أعني البريطانيين بسداء فاخترت النموذة جيد كارين المسترونك ومنتغومبري وات وفي الحقيقة وجدت تطابقاً أو تكراراً للأفكار ولكن وجدت أكثر في مستشرق قرن العشرين دفاعاً عن النبي عليه السلام إن حتى منتغومبري واتمع أنه أحياناً يضعوا السمة في العسن يعني هذا كثير لكنه كان يدسه باحترافية يعني ليس أي أحد يستطيع أن أنا فعلاً لاحظت ده في كتاب فضل الإسلام على الحضارة الغربية مفاهيم كثيرة جداً مفروض تكون رئيسية أساسية عن الإسلام هو بيتكلم عنها بشكل خاطئ وبعدين يقوم مادح كتير في الإسلام والمسلمين كأنه يعني يريد أن يمرر المعلومات الخاطئة في وسط مدح وثناء وكلام جيد هذه حقيقة وأستاذنا الدكتور عبد الرحمن سالم له كتاب صدر حديثاً اسمه قراءات في الفكر للإستشراق البريطاني تناول ثلاثة أحدهم منتج من الوطن وناقش كلامه مناقشة علمية عن الرسل أستاذنا طبعاً هذا يعني عالم في مجاله يعني فناقش كلام منتج من الوطن مناقشة قوية فالشاهد أن هؤلاء المستشرقين في القرن العشرين تأثروا بلا شك بالحركة العلمية التي بدأت في القرن السابع عشر والسمى الأبرز وهذه سبحان الله ما زالت موجودة أن مستشرق قرن العشرين ساروا على نفس الطريق في كشف الأكاذيب المروجة ضد النبي عليه الصلاة والسلام في الغرب وبخاصة كارن المسترونج وأنا أدعو كل المستمعين أن يقرؤوا كتب كارن المسترونج بالذات كتاب محمد نبي للزمانين لها أكثر من كتاب وأظن فيه مترجماتها موجودة في مركز القومي للترجمة كتبها كلها مترجمة كل كتبها مترجمة وأيضا كل أغلب كتب أو كل كتب مترجمة أيضا لكن الذي يقرأ ويرود أن يستمتع بنظرة شخص غير مسلم للإسلام يقرأ لكارن المسترونج طبعا هي عندي مقدمة بعد هنري ستوب لأننا طلعت على كتب هنري ستوب فهذا الكتاب تملك قلبي حقيقة يعني فهي أنا قلت ربما يكون هنري متجم روط مع كارن المسترونج ربما يكونان ممثلين لنفس الاتجاهات في تقنى السبع عشر كارن المسترونج تسير على خطة هنري ستوب في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام بشكل يبهرك أما منتج مرواد فربما يمثل اتجاه سيمون أوكلي وجور السيل بشكل أكثر طبعا هيميفري بريدو انتهت مرحلته بعد هيميفري بريدو لا تجد مستشرقا يتعصب ضد الإسلام هذا الشكل أبدا لماذا؟ لأنه خلاص انتشرت المخطوطات الإسلامية والمراجع لا يستعني أن يكذب يعني وإن باقيت فيه كما قلت بقية ده الشخص اللي أصر على أنه يسمي النبي صلى الله عليه وسلم بالاسم المشوه نعم بالاسم المشوه بالاسم المرحلة دي من الاستشرق ما بيتش موجودة لا لم تعد موجودة لأنه سيكشف زيف كلامه يعني بتسيء إليهم في النهاية طبعا هو نفسه يعني هذه مفارقة هو نفسه لما كان يثير بعض الشجوهات التي أثرت قديمة من قبل الكنيسة والكتاب المسيحيين ضد النبي عاصم الإسلام كما قلت لك يقولون أن حمامة هي التي تعطيه تعلمه الوحي أو إنه قبره معلق أو إنه صرم هو كان يقول هذه الاتهامات يضحك منها المسلمون فهو الآن أصبح كلامه والذي يعني محل سخورية وضحك سبحان الله فيما يخص موضوع الدراسات العلمية والتقديم لرسالة الماجستير لازم طبعا ترجع للدراسات السابقة نعم إيه اللي بيفرق رسالة حضرتك عن باقي الدراسات السابقة وإيه هي الإضافة اللي حضرتك بتقدمها للمكتبة الإسلامية علشان كده تمت الموافقة على هذه الرسالة نعم هذا سؤال مهم وطبعا الموافقة على الرسالة علمية في الجامعات يعني أمر به بعض الصعوبات وكثير من البعض كثير من البعضين يعني يشتكون مرة الشوكة من هذا الأمر ويعد وقت طويل جدا في مرحلة اختيار العنوان والموضوع وبحث الدراسات السابقة عندنا في ضرر العلم بالذات الأمر أصعب وأصعب حقيقة يعني في الأساتذة يحرصون على أن يخرج البحث بفائدة لا أن يكون مجرد تكرار يعني لكن ما الجديد؟ الاستشرق دروس كثير لكن الذي لاحظته أن الاستشرق درس كثيرا في المائتي سنة الأخيرة يعني حينما تجد الباحثين المسلمين أو العرب يتحدثون عن الاستشرق لا يتناولون إلا القرنين الأخيرين بإسهاب يعني لكن قبل ذلك لا يتوسعون الإشكال الأكبر في هذا أننا لا نعرف جذر الاستشراق يعني كيف نشأ هؤلاء الذين كتبوا في القرن التاسع عشر عشر عشرين من أين جاءوا بمعلوماتهم؟ هذا السؤال الذي كان يشغلوا بالي ومن أين استقعوا معلوماتهم؟ ومن المراجع ومن المصادر؟ وتعلموا من مين؟ هم ليسوا نبتا شيطانيا هم لابد أن يكونوا أستاذة فبالتالي كان المهم جدا أن ندرس القرن السبع عشر لماذا؟ كما أسلفت القول لأنه قرن مفصلي فيه بداية الدراسات الأكاديمية كما قال الدكتور محمود حمد الزقزوق الله يرحمه في كتابه الإسلام في تصورات الغرب قال بأن هذا القرن هو أهم قرن في الدرس الاستشراقي لأنه بدأت فيه الدراسات الأكاديمية وهذا القرن كما قلت لك معلومة بالمناسبة إدوار دي بيكوك المستشرق الإنجليزي الكبير الذي اعتبر أستاذ أولئي المستشرقين وأستاذ أستاذ تيتيم أيضا في القرن السبع عشر قال ألقى خطابا في الجامعة جامعة كامبريج على ما أذكر أو أكسفورد وقال إن اللغة العربية كانت مجهولة إلى هذا القرن وإننا بجهلنا باللغة العربية فقدنا كثيرا من المعلومات عن العرب والمسلمين ولابد أن نعيد إحياء هذه اللغة أو أن ندرسها حتى نتمكن من التواصل معهم ومعرفتهم بشكل جيد فشهد أن القرن السبع عشر كان بداية دراسة بشكل أكاديم وبداية تكوين المكتبات العربية أو المخصوصات العربية في أوروبا فبالتالي كان من المهم دراساته أضف إلى ذلك أن هؤلاء المستشدقين مثلا إذا تحدث عنهم أحدهم في أي دراسة يتكلم كلاما عاما كلاما مجملا سريعا لا يوسع البحث في أفكارهم ورؤاهم ومصادرهم وأساتذاتهم والمقارنة بينها لا يفعلون هذا فبالتالي كنت حرسا على أن أدرس هذه المرحلة بشكل تفصيلي وأعطي للقارئ تصورا عن مدرسة من مدرسة للشراق بشكل أوسع وأنا لا أكون حرسا فقط على أن أبرز وجهة نظر هؤلاء الأربعة فقط بل كنت حرسا أكثر على أن أبرز مصادرهم ومراجعهم والبيئة العلمية التي نشأوا فيها والأحوال العلمية في هذا القرن عموما ليس في إنجلترا فقط بل في أوروبا عامة يعني وأنا أرجو من الباحثين أن يحظوا هذا الحظ يعني القرن السبع عشر في فرنسا يحتاج إلى أن يدرس وبالمناسبة ستجد فيه كتبا مهمة ككتب بولانفلييه وكتب جانجانيه هذه الكتب تتحدث عني بس مباشرة يحتاجين حد بها يكون متقن للغة الفرنسية والكتب متوفرة بالمناسبة لكن الله أحسن الفرنسية في هولندا نحتاج لباحث يدرس تاريخ الدراسات العربية في جامعة لايدن مثلا وحضرتك كنت أشرت في مرة إلى اللغة اللاتينية مهم لأن معظم الكتب وذي أيضا إشكالية لا نعرف هذه اللغة اللاتينية ومعظم الكتبات قبل القرن السبع عشر مكتوبة اللاتينية بل بعضها في القرن السبع عشر مكتوبة اللاتينية يعني إدوارد بكوك الذي قلت لك إنه شيخه المستشرقين في القرن السبع عشر له كتاب مهم جدا مهم ليست أهميته رجعة إنما أهميته لأنه كان معتمدا عنده اسمه لمع من حياة العرب هذا الكتاب مكتوب باللغة اللاتينية وهذا الكتاب وغير مترجم وغير مترجم وبالمناسبة هذا الكتاب أول كتاب تكتب فيه كلمات وحروف باللغة العربية تنقل فيه نصوص باللغة العربية أول كتاب يطبع تنقل فيه نصوص باللغة العربية هو كتاب إدوارد بكوك هذا لأنه كان يكتب الصفحة باللاتينية وفي المقابلة صفحة معناها بالعربي نصوص بالعربية فهذا كتاب مهم لكن لجهدنا باللاتينية لا نعرف هذا الكتاب ولا نعرف أن نستطيع أن نصل إليه واخذ قصة على هذا كتب كثيرة كتبت باللغة اللاتينية تستطيع أن تصل إليه فقط من خلال القلم الأوروبي وهنا مشكلة لأن القلم الأوروبي يكتب بعقلي هو وينتقي نحن نحتاج أن نشوفها من وجهة نظرنا أحنا نعم أنا أحتاج أن أقرأ أنا كباحث مسلم عربي أحتاج أن أقرأ وأخرج أنا بالنتائج لأن أنا الآن أسير أسير له ما يعرضه أنا أكتبه نعم أخذ ما يعرضه عليه فاللاتينية مهمة جداً لأنها ستكشف لنا عن تاريخ الدراسات العربية في أوروبا أو تاريخ أوروبا مع الإسلام بالمناسبة هناك كتب أنا أرجع أن أترجمه والله يعني أتمنى وأنا يعني بدأت أقرأ فيه كتب ترجمته بالعربية عنوانه يعني نبذة عن تاريخ الإسلام في أوروبا ثلاثة عشر قرناً من الصراع هذا الرجل يكتب عن تاريخ أوروبا مع الإسلام منذ أول احتكاك في القرن السابع الميلادي إلى الآن وهو ينزل بالتواريخ كذا يعني تاريخ تاريخ إلى أن وصل إلى عصرنا الحالي فهذا كتاب أنت ستأخذ معلوماتك عن نفسك منه طبعاً الآن أنا قد أحسن الإنجليزية سأترجم الكتاب أو سأقرأ الكتاب لكنه لم يكتب من المصادر الإنجليزية إنما معلوماته من المصادر اللاتينية فأنا أيضاً أقرأ لك أقرأ تاريخي عنده من وجهة نظري هو ولسه من وجهة نظر الموضوعية التي كتبت بها هذه الكتابات فالذلك هي كتابات مهمة جداً ولذلك أنا أرجو من الباحثين أن يعودوا لجذور الاستشراق وبالذلك الاستشراق الأكاديم في قرن السبع عشر ومهم جداً أن يعودوا لتاريخ الدراسات العربية في الجامعات الأوروبية لأن هذا سيعطينا تصوراً أوسع لمعنى كلمة استشراق أو لفهم هؤلاء المستشرقين كيف بنوا أفكارهم كيف تكونت رؤاهم كيف صاغوا أفكارهم ولماذا اختاروا قولاً معيناً أو اتجاه معيناً كل هذا لا تعرفه من خلال قراءة المستشرقين قرن السعشر والعشرين لابد أن تعود للجذور التي بنيت عليها هذه الأفكار ومن ثم كانت رسالتي أقول ربما تكون نواتاً أو جزءاً في هذا البناء أو لا بنتاً في هذا البناء ونحتاج أن نبني عليها في كافة الدول الأوروبية المهتمة طبعاً واللغات الأخرى طبعاً يبقى نقدر نقول باختصار أن هذه الرسالة تعتبر رسالة بإذن الله عز وجل نفيسة جداً وقيمة بسبب أن هي بتلقي الضوء على جذور الاستشراق القرن السبع عشر قرن مهم جداً جداً هؤلاء المستشركون كتابتهم صلحت كتير في الرؤية الأوروبية أثرت كثيراً في المستشرقين الجنب عديهم كتابتهم غير متوفرة باللغة العربية لم تترجم فحضرتك بتلقي الضوء بشكل مفصل على كتابات لم تعرض للقرأ العربي بهذا التفصيل وبهذه الدقة صحيح جزاكم الله خيراً الكتاب بإذن الله عز وجل سيكون متوفراً في معرض القهرة الدول الكتاب عشرين أربعة وعشرين الكتاب بعنوان رؤية الاستشراق البريطاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في القرن السابع عشر دراسة نقدية مقارنة العنوان الجانبي كان يشير العنوان الجانبي أقدم وثيقة غربية تنصف النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خيراً على هذا الحضور وتشرفت بحضرتك وتعلمت من هذا اللقاء كثير الله يكلم منك هذا من توضوع الجزاك الله خيراً الله يرضى عنك بإذن الله عز وجل يكون لنا لقاءات أخرى إن شاء الله بحضور الله يرضى عنك جزاك الله خيراً وشاكر لك جداً بأكد مرة تانية الأستاذ محمد أبو الوفا له قناة على اليوتيوب بعنوان عقول اسلامية بإذن الله عز وجل ستجد الرابط في وصف الفيديو أرجو أن أنتو تطلعوا على القناة وتشتركوا فيها هتستفيدوا كثيراً جداً بإذن الله عز وجل إن شاء الله شاكر لكم على حسن الاستماع وإلى أن نلتقي في فيديو آخر قريباً جداً بإذن الله عز وجل لا تنسونا من صلح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام شكراً لكم